أنا متسامح مع لا متسامح مع نفسي مع نفسك نعم جميل أنا حريص على على عائلتي جدا الله يحفظهم لك محور لا أنسى لا أنسى إنشائي لفرقة السنافر أي طبعا أنا ما أنسى هاي وبي ذكريات جميلة جدا نعم لكون المرحوم صلاح عبد الغفور الله يرحم هو صاحب الفكرة نعم وأحنا أجرنا مكان بشارع 14 رمضان نعم ومكان شبير وأسسنا فرقة وكان من أول اللي معانا بالفرقة هو هساعة خليفة نعم الله يذكرها بالخير هي كانت فرقة تمثيل يعني؟ هي فرقة تمثيل للأقزام سوينا مثل الأقزام نعم ولبسناهم السنافر وأجرنا مسارح بابل مسرح بابل نعم أجرنا مسرح وجبنا للأطفال ونذرنا حياتنا على أساس للأطفال حتى نقدم الضحكة والابتسام جميل كيف استمرت هذه الفرقة؟ مجرد عرض واحد بس واللي خليناه على الدخل نعم أخذ الفلوس وراح والله أنا ما أنسى للاسف لا أنسى هجرتي من العراق لا هاي طبعا ما تنسي أكيد لأن كانت بها خوف ومعاناة نعم لما أنت تأخذ أولادك ضمن مسؤوليتك نعم إذا فشلت وما وصلت للمكان اللي تريده أنت جنيت عليهم صحيح لكن ربك سبحانه وتعالى سهل ونعم بالله نعم ونعم بالله كانت سنة ألف وتسعمين تقريبا أو فن 2011 ايه تقريبا محور آخر هو محور هل هل هناك سبب لانقطاعك لمدة عشر سنوات أو لأكثر من عشر سنوات عن من عن الكتابة عن الشعر ربما تكتب ولكن عن الأقل شيء أن تقدم لك أغاني جديدة أنا من قطعت وحتى آخر الأيام هي مع صابر الرباعي نعم الله يذكرها بالخير نعم من تونس الخضراء صابر صرخ حبيتك نعم قدمت لعمل عندك يعني يعني أنا ما أذكر نعم ما أعرف إنك من قطر نعم أريد أمر على أعمالك اللي غنوها المطربين العرب المطربين العرب عندك صابر الرباعي غنى لي أغنية من تونس الخضراء صابر صرخ حبيتك عندك عبد الرب دريس نعم الله يذكره بالخير نعم إذا هو كان موجود عندك معين شريف نعم أغنية جدا ناجحة نعم اللي هي المشكلة أنك حبيبي واكتشف شايل لشر وانا شايل لك مكانه وعزه من دون البشم الله قوية جدا يعني لا تزال الناس جاي سمعوها نعم وعند كثير من الأغاني حتى مع محمود أنور نعم لأن مطربين العراقين ماضحة أحب أسمع الرأي البيضة